شكرا في كل مكان برحب بيكو في حلقة جديدة موضوع جديد من حلقة برنامج نور الطب النهاردة الحقيقة عندنا طريق من النور في الجديد في الكورونا بقى لنا ست شهور تقريبا أو ما يزيد أكثر أو أقل يعني بنسمع عن حالات إصابة بنسمع عن وفيات بنسمع عن ابتكارات لعلاج مرضى كورونا وأيضا على النقيد الآخر افتكاسات لعلاج مرضى كورونا بنسمع عن برتكولات علاجية ممكن تكون مجدية ومفيدة بنسمع أيضا عن برتكولات علاجية يعني أقدر أقول أن هي أرى أشخاص بيحاول أن هما يجتهدوا للوصول إلى علاج وفي بعض الأحيان يصيب أو يخطئ بنسمع برضو عن أنه كتير من المواطنين العاديين بقوا يحطوا باختصار كده بالبلد كده يحطوا التاتش بتاعه في العلاج حتى لو الدكتور كتاب له علاج وبسيط يناسب حالته بيبدأ هو يبتكر أنه لأ مش هو ده المناسب بالنسبة لي مش هو ده اللي ممكن يبقى كويس طبعا منشورات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وآراء المقربين والأصحاب والجران والشارع لورايا والشارع لقدامي بتاخد حيز كبير جدا أنا أرى أنه مش بس فيها الإصابات بمرضى كورونا لا ده في طبيعة الطب في مصر أن الناس بتسأل بعض أن تكون عندك إيه والله أنا حد جاء له كورونا طب خد إيه 1-2-3-4 بياخد نفس العلاج مع أنه في بعض الأحيان بيكون العلاج مختلف بناء على ما هو جديد في إيطاليا وكان فيها نسبة وفيات كبيرة جدا من كورونا وروسيا أيضا عملوا تشريح للجسس كطبيعة أي وباء بينتشر جديد بيشرحوا الجسس المتوفية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الوفاء وطرق العلاج مهاردة يكون معي الدكتور سامير عنطر استشاري الحميات والأوبئة ومدير حميات إبابة سابقا أنا هنتكلم أكتر عن الجديد في الكورونا دكتور سامير برحب بيك أهلا بيك يا فني منورني دائما وابد شكرا لسياد تجربة لأخليك كورونا والذعر اللي كانت عاملها أنا شايف أنه فيه طريق من نور بدأ الحالات تقل بدأت الدنيا تكون أهدا للفترة الأخيرة شكرا لسيادتك وشكرا لقناة صحة والجمال وشكرا للمقدمة الرصينة المتميزة اللي فيها يعني الكلام مش طانين وخلاص لا سرد ويعني مهم جدا جدا باختصار شديد قوي للمرحلة السابقة والأمال اللاحقة والمجهودات الطبية المستمرة يعني اكتشاف ما هو موجود في أعماق الكورونا من يعني أشياء غامضة مستجدات مستجدات ممكن أنها باكتشافها تفتح يعني ضوء لنحية أو أمل نحية الشفاء ونحية انتهاء هذه الجائحة طبعا سيادتك في البداية أو في الكلام قلت أنه فات حوالي ستة شهور وهي فعلا بالزبط بالزبط ستة شهور منذ اكتشاف أول حالة كورونا قادمة لمصر والكورونا كانت ابتدت تكون لها إرهاصات وتلميحات في الصين من قبلها بثلاث شهور والكلام اتخذ في العالم الأول بنوع من التعالي وفي بعض الدول ونوع من الاستهتار في بعض الدول وبعض نوع من الدفل الرأس في الرملة من بعض الدول أو كوميديا السخيفة غير الهادفة كل الكلام ده كله لغاية لما كل لقى أنه مركوب كله يا ولدي يا ولدي مفيش أي حل لها كبير ولا لها صغير لا في الشرق ولا في الغرب ولا لها نسعى وجيز بس هيموت والشباب في مناعة وحصانة والكلام ده كله فابتدأت الناس تاخد نوع من الاهتمام وابتدأ الكلام المستمر والطرق المستمر اللي ما زلنا بنؤكد على أهميته لأن الكلام لسه ما انتهاش اللي هو الببدأ الأول والأساسي هو التجنب والتباعد واتخاذ الكمامات كوقاية عند الاحتكاكات بين الناس وبعضها يبقى هنا الكلام أصبح لي صالح جديد وخصوصا أن احنا مرنا بتجربة أليمة في مصر هنا أن في شهر الرمضان الكريم الماضي الناس برضو خصوصا سيدات البيوت بالذات يعني عندهم كده بعض التقوص العزومات بقى أه يعني أصنام عندهم أنهم لازم يجووا حاجات قبل رمضان ويشونوا عشان رمضان والعزومات في رمضان ونروح للحجة ونروح لوجيب الأولاد والكلام ده كله فانفجر العدد بتاع الحالات بعد العيد بشكل كبير جدا وحصل معايا كمان عدد كبير من الوفيات كان بالنسبة لي محزن جدا وكنت بحس يعني كأن يعني الواحد قدام قطر لبس في قطر أو طيارة خبطت في طيارة فانت بتحاول أنك أنت تشيل الجسس اللي موجودة بنوع من المرارة ونوع من الحزن الشديد نتيجة جهل الناس أو جهل بعض الناس ونتيجة أن الناس انساقت وراء الشيطان الأكبر اللي هو الفيس والكلام اللي بتدولوه مصطلح مهم جدا الشيطان الأكبر أحيانا بيكون شيطان أكبر فيه بس معلومات مغلوطة كتير جدا مكرنية بتدام هي المعلومة يا إما معلومة صح يا إما ما فيش إنما المعلومة المغلوطة دي أسوأ بكتير اللي الواحد بتوهم أنه هو عنده معلومة فإحنا المهم أنه هو ربنا أكرمنا كانت ترقباتنا خلال الفترة اللي فاتت دي خلينا نأخذ سلطة دكتور سمير كده ونرجع نكمل أستاذ السامة أهلا بيك انقطع الاتصال مع أستاذ السامة حاول تكلمنا مرة تانية هتكلمنا إن شاء الله فكنا بنقول إنه بانتهى المرارة إنه ما تسئل سؤال إلى متى كنت أقول إنه الارتفاع دوت الارتفاع كان يعني منتظر الوفيات والرحلات الكتيرة وده شوفنا في الأرقام اللي كانت معقولة في الفترات اللي فاتت بعد العيد الصغير وبعدين قلت قدامنا فترة برضو إن شاء الله أسبوع أو أسبوعين نحصد بقى حصاد العيد إلا يحدث قلنا كده مع بعض المرة ومع بعض الحلقة هكنا نتكلم عن موضوع السنوية العامة تمام سيادتك مزبوط كنت يعني تكرمت مشكورا بأنك أنت أصدقى صرفتني فيها الله خليك فطبعا القصة كانت قدامنا أسبوع أو أسبوعين إلا يحدث يحدث مشكورة السنوية العامة من تجمع الأولياء والأمور قدام اللجان وبرضو الالتحان بتاعهم دوت ووجودهم مع بعض بشكل زيادة ممكن يعملوا بقرة تانية في كتب دخوف جدا لكن ربنا سبحانه وتعالى لطفه وأمره ويعني إحسانه لنا وبعض الناس التزمت يعني بعض الناس التزمت يعني أنا فجئت بشئين شيء إنه الناس مش ملتزمة نهائي وناس قدر المستطاع تلتزم وتبعد نفسها عن الوباء وعن انتشار بقرة مرضية في وسط الطلاب تبعد هو نقول الجزء الأبيض من الصورة إنه الناس اللي كانتش ملتزمة كلها بشكل غالب في رمضان ابتدى الجزء منهم كبير ينحسر ويبقوا ملتزمين كويس والجزء اللي مش ملتزم مازال غير ملتزم كويس لا أسنع هنبوس رجليه لا مش هنبوس رجلي حتى هو هيروح لو ملتزمش الفكرة كلها دكتور سمير إنه يعني أنا شايف إنه أعداد الوفيات بدأت تقل نعم هل ده بسبب اكتشاف دوائي جديد؟ هل بسبب التزام الناس؟ هل بسبب إنه زي ما سمعت قبل كده إنه الفيروس فييجي في الصيف ويكش ويقل كده ما بيحبش الحرارة يعني الموضوع آه سؤال مهم جدا لأنه هو إحنا الرؤية دلوقتي اللي كنت تكملتها اللي كنت بيقولها إن فيه خلال الأيام القليلة الماضية من هذا الأسبوع آخر الأسبوع اللي فات وأوالي الأسبوع الحالي فيه انحصار وفيه نزول للمعدل الوبائي ومعدل الوفيات منحنة منحنة المنحنة وأنا مليش دعو أرقام الناس اللي تعادت قد إيه النهاردة فيه ألف وواحد يتعادوا فيه عشرين ألف وواحد يتعادوا فيه مليون واحد ومعدلين حسبناهم جداد طلعين إيجابي كل القصة دي كلها لا أعتمد عليها في قراءتي لأنها أرقام متغيرة والأرقام داخل فيها عوامل كثيرة وانتقائية إنما الرقم اللي لا يمكن حد يضيف إليه أو يقلل منه أو يكذب فيه هو رقم الموت لأنه الحقيقة الوحيدة على الكرة الأرضية فعندما يكون في عندي عدد وفيات بيئل زي مخالص النهاردة منبارح يبقى ده بشرة من رب العباد بأنه ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يتم نعمته علينا بأن الأمور تلحسر وتهدى وينكشح هذا الوباء من الكرة الأرضية ليه بقى طبياً؟ بيئل بيئل لأنه المعروف أنه كل ما المرض أخذ وقت أطول مش بوضوع صيف وشتاء لأن الفترة بتاعتني تزهوره المرض بقى لنا 6 شهور الكرب أصدق المنحنى بقى لنا 6 شهور من ساعة المرض يعني ياخد الاكتياح الشريب بتاعه دوت اللي بتتكلم فيه هنا في مصر حارك توصد يعني دورة الحياة الفيروس مثلاً؟ شيوع الإصابة بشكل كبير جداً جداً بيعمل نوع من اختلاف المناعة بتاع الناس فيبتدي الفيروس اللي موجود ينتقل من واحد لواحد مش بشر مش مش شخص واحد بيتنق بيتقل إليه مناعتهم مختلفة فبينتج عن كده أنه بيتحطم جزء من شراسة هذا الفيروس في الطريق بيضعف بيضعف ناخد أصلاف تليفوني شوف أستاذ مازن ونكمل مكالمة شوف أستاذ مازن أهلا بيت أستاذ مازن وعليكم السلام شكراً يوسم مازن للاتصال لقد انقطع الاتصال مرة أخرى نكمل آية تسلتاني إن شاء الله فبنقول أنه طبيعة الأمور أنه انتقال انتقاله من أشخاص لأشخاص من أشخاص لأشخاص بيحصل له نوع من الضعف مش القوة تكسير الفيروس تكسير الفيروس لأنه بينتج عن أنه أنا بيقابلني الفيروس فأنا مناعت قوية فبيخرج من عندي عشان أهم ما يكون بعدي واحد تاني من هادي واحد تاني فبيكون بخارج من عندي على عدوى أضعف المدخل لي بيروح لواحد ضعيف ممكن أنه هو يأثر فيه بيروح لواحد قوة بيضعف أكتر فابتدت بصورات الفيروس نفسها بورور الوقت تنهار أو تقل شراستها طبياً ده معروف ناعة الفيروسات فهنا يبقى اللي بيسموه مناعة القطيع يعني إيه مناعة القطيع معنا ما احترمنا للقطيع اللي هو أنه اللي تسيب المرض ينتشر في الناس كري جداً جداً فبيكونوا هم جزء كبير منهم لأنهم عندهم مناعة والدول مش متجاز ولا ألم جاف بيكونوا مناعة جواهم حسب أو بيكونوا أجسام مضادة جواهم حسب مناعتهم المختلفة شكراً كله بيقولوا الناس الكبار في السن ولا عندهم أمراض ببعض شاركية والدولة الأخصر وردها للإصابة دول ممكن يقع مننا أريانين من المناعة فهنا لما بيكون فيه مناعة موجودة بتعمل نوع من التحتيم المتكرر الجزئي بشراسة الفيروس بيصل الفيروس في الآخر بعد مدة طارت أو قصرت اللي أنه هو يكون السلالة بتاعته بقت أقل تأثيراً من ناحية أنها تبقى تعمل مشاكل قد تؤدي للوفاة لكن مش موضوع الانتقال هو اللي بيقل يعني الانتقال من فرض الفرض هو بس المتكرر السواء اللي بيضعف دي جزئي الجزئية التانية هل فيه بورتوكولات علاجية جديدة أو بورتوكولات دوائية جديدة ودايماً كنت أشوف أنه أي حد سدره بيوجعه قلبه بيوجعه واخد الأسبرينة وخلاص وبالنسبة له كده تبدأ أنها مضادات للتقلط فالتقلط بيقل هل ده مفيد في علاج فيروس كورونا بعد الاكتشافات اللي بتقول أنه بيحصل تجمعات دموية في الجزء التنفسي طبعاً طبعاً الجديد النهاردة بمبارح أنه زي ما قلت سيادتك برضو في المقدمة وأشرت للسيناريو بمختصر السيناريو كورونا حتى الآن أنه الإصابات اللي كانت حلست بالذات في إيطاليا وإيطاليا ليها يعني قدر باع طويل آه قدر كبير من الاهتمام عندنا والحب لأنه هاجرتنا وقريبنا وكانوا مويلين في مصر كده كانوا من الود الإجتماعي وكانوا بيشتغلوا في مصر وبيشتغلوا عندنا وكلامين ده فيه تاريخ مش بعيد أوي يعني بالخمسين سنة اللي فاته فهنا الإيطاليا القريبة مننا قلباً وشكلاً وموضوعاً الناس فيها لما بدخل تعليهم جائحة الكورونا يعني كان عندهم برضو إيه السلوك المصري برضو ويغضين مننا شوية وبشين بسدرهم كده فقال لهم هنقفل البلد دي لفترة لغاية لما نعمل تطهير لها وبتاع رحوا تأسيرين البلد وحملين الميكروب معهم وقطعوا في إيطاليا بحالها كان بيموت يومياً ألف واحد لما خرصت القصة عندهم بهدية شوية ابتدوا بقى هم ينتبهوا أول ناس إنهم يشرحوا الجسس اللي هي توفت من كورونا فوجدوا إن فيه عامل تاني غير الإلتهاب الرئوي اللي هو التجلط للأوراية الدموية بتاعة الرئة يبقى هنا فيه مشكلة مع التجلط فيه جسم البني آدم المصاب بالكورونا وبالتالي ابتدوا إنه فيدبهه العالم ويقولوا إنه بالتالي يجب إنه ناخد مضادات التجلط واللي على رأسها وأهمها الخاص على إيه الأسبرين ناخد صوت تليفوني وساش شمان أهلاً بيك أهلاً بيك وساش شمان أستاذنك بس تقفل تليفزيون أو توطي الصوت خالص عايز تعرف إيه؟ عايز تعرف إيه؟ معنى كورونا مش فاهم مش فاهم معنى أصلاً معنى فيروس مش عارف إيه فيروس كورونا؟ أهلاً عدسنا فيه مرانة والتقرار لأن الدكتور سامير هيحاول يجاوب عليك في أقل من دقيقة شكراً لاتصالك أهلاً شمان إيه فيروس كورونا ده ده؟ هو حاجة جديدة تقريباً محتاجين نعرفه خاطر أه هو طبعاً أخونا العزيز بنقوله إن كورونا مرض من الأمراض زي بالهارسيا وزي السل وزي أي مرض معين وهو مرض من الأمراض اللي بتنتشر انتشار شديد جداً جداً يعني لما يكون يعني ما بيجيش لواحد والأخوه لأ لأ ممكن لو دخل البيت اللي ينتقل عن طريق الكحة والرزاز يعني البق يبقى يكون هناك دي البيت كله والشارع كله لو أي واحد وقف ما كان فيه زحمة فدي من هنا المشكلة سموه كورونا لإن كلمة كورونا دي التسمية بتاعة الفيروس اللي مع كلمة كورونا يعني باللاتيني حاجة اللغة اسمها اللاتيني يعني التاج اللي من فوق فكنا بنشوف الفيروس ده أو الميكروب اللي عمل المشكلة دي أو المرض ده على هيئة التاج كده اللي موجود فسبناها الاسم ده والقصة دي بدأت في العالم من سنين طويلة بفيروس اسم كورونا أحداثهم اللي ظهر من السنة اللي فاتت سنة 2019 فسمناها أستاذنا إيه؟ كورونا 19 يعني كورونا اللي اكتشفناه سنة 2019 كورونا 19 السنة اللي فاتت أو كورونا 19 فالبرد ده كورونا يا مولانا مرض بينتقل منك ومني لأي حد لو بيكون إحنا عندنا عدوى لأي حد وسهولة جدا 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 إذا ما كانش بيلبس كمامة وما كانش بيغسل إيديه قبل ما يخش على البيت عشان إيه ما يلمسش حد من بيته وممكن ياخد الميكروب من بقه على إيده ومن إيده على بقه اللي قدام منه أو على جسم اللي قدام منه فيتأيدي قادي قصة كورونا ومن هنا لأنها انتشرت في العالم كله مش في مصر بس ولا في البلد بتاعيكم بس لأ في كل العالم فبنتكلم عليها علشان نبه الناس لأن حالست منها وفيات وحالس منها مشكلة والشغل في العالم كله وقع في العالم كله ما عرفش أنت كنت فين فيمكن مليارات مليارات لكن بننبهك برضو ونقولك أنه هو ما هواش كلام سياسة لأ ده مرض موجود يا أستاذنا في العالم كله بيعاني منه الوقت أكتر من كم مليون تقريبا ده أرقام كبيرة جدا على الكبير من الإصابات وعلى الكبير من الوافيات طبعا فإحنا بنقول ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في إيده الفرج وعشان كده بنقول إن إحنا فيه انفراجة في انحسار المرض دعوي يعني اختفاءه بالتالي اسمح لي أعطعك يا دكتور سمير في الانفراجة دي عشان وقت الحلقة يعني ما فيهوش انفراجة هو وقت الحلقة قرب على النفاذ نلخص الانفراجة اللي ممكن تحدث الفترة اللي جاية وإزاي نحصل على الانفراجة هو بالأول والآخر أمر ربنا بإنه هو الأمور تهدى لأنه هو كورونا ما ظهرش على الكرة الأرضية بفعل فاعل وخلاص لا ده أمر ربنا ومش هينتهي برضو غير بأمر ربنا بس برضو الفعل الفاعل في إنه يحصل المرض حصل ورد فعل البشر في إنه هم يقوموا المرض حصل اللي هو إنه نحن نتجنب الإزدحام بنحاول نمنع الناس من المريضة من الشغل ما يخرجوش ضرورة وكلام مين ده والمدارس أفدناها والمساجد للصلاة الجماعة في الجمعة أو خلافه والكنائس كل كلام ده كله عملناه يتبقى إنه زي بنقول بالمسلا البلدي بنقول إيه داري على شمعتك تئيد حافظ على المكسب البسيط اللي انت خدته علشان تتفتح معاك الأمور أكتر مش بنقول إن إحنا ابتدنا نتحسن شوية في الأرقام والوفيات وإن ربنا أكرمنا فنسيبها على البحر معناها نسيبها ونفتحها على البحر لأ لازم نلتزم برضو الفترة اللي جاية فات الكتير وفاضل الأليل ناخده محمد عشان نختب نسمع مع محمد نسمع معه محمد أهلا بيك أهلا بيك يا محمد فضلي عليكم السلام إزاي أنا عندي سكر عندي سكر وقلب وضغط ولده السكر في رجل أيو وعندي محتاجة تركيب أربع ضعامات سنان ماشي يعني عايش في حالة رعب خايفة إن أنا تعادل في الكورونا لأنك لديش من أعطالي ماشي أنا مركبة ضعامتين قبل كده فنش عارف أعمليه ولا حاجة زي ما كنت بتعمليه قبل كده كل المطلوب لسيادتك إنك أنت ما تخرجيش إلا لضرورة إزاي كنت هلجيبي أكل للبيت أو كذا لا بقول لو هتخرجي ما انتهى هنفترض إنهم محمد قعدة لوحدها عشان في ناس كتيرة جدا جدا رجالة وستات كبارة عندهم نفس الوضع بتاعك وبيقولوا إنهم وقعدين لوحدهم وأولادهم بيسيبوهم والبواب برداش يطلع لهم وجران عامدين عامدين يعني يعني بيخربوا ويزوا علي بس ما بتعملش بكلم بعد عنه بخايفة ما هو الخوف ما يبقاش للرعب يا أستاذة الخوف بالحذر يعني ما انتهى عندك متجازب انتهى لو خايفة نفتحيه حسنى فرق عفو الشيك ما مش هنطبقي قلص ما هو دي القصة كده إحنا بنخاف بحيث إن إحنا بنعمل تعليمات بسيطة مش بنخاف ونقعد مشلولين ومرعوبين وعادين تحت السرير لا إحنا بنخاف إن إحنا بنغسل إيدينا وبنلبس الكمامة فقط لما يكون في حد داخل عندنا أو هنقابله هنرد على حضرتك يا محمد واسمعينا من التلفزيون بشكرك شكرا جزيلا أنا اتصالك أنا موطيها خالص للتلفزيون بقى أنا بقولك اسمعينا بقى من التلفزيون الدكتور سمير بيرد على حضرتك ممكن بس أقول حاجة بس معالي بس ممكن بنافذ الرئيس السيسي أو الكوات المسلحة يساعدوني ويعملوني العملية أنا معيش حاجة خالص يعني جروفي صعبة ممكن تحارك سيبي رقمك في الكنترول حد من القناة يحاول يتواصل معاك شكرا ناتصالك يا أم محمد ناخد صلاة تلفونية أم محمد أهلا بيك أم محمد أهلا بيك يا أم محمد بص حضرتك أنا عايزة أسأل الدكتور سمير مع حركة فضالي فضالي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك كنت عايزة أسأل حضرتك دلوقتي بالنسبة للتطغير والكلور ومشكلور وكده المفروض هل يتحضر يوميا الكلور لأن أه لأني بقولوا ما ينفعش عشان هو غاز الغير المستقر لا أنت بتحضر ليه وتقفد الإزازة وخلاص نعم أنت لو عاملت دي في إزازة حضرتك في إزازة كبيرة أاي وليها غطة أه جيركن عندك وليه غطة خلاص يا بدام تغطى بقى يقعد معاك مئة سنة طيب فهمت زي؟ هل المفروض؟ لكن لو أنت حطيتك في طبق كبير وحلبتيه وسبتيه فترة هيبقى زي إزازة الببسي يعني أيوة أيوة طب هل المفروض أن هو ما يترش على السطح أن يسيبه عشر دقايق ولا هي القماشة مبللة كويس قوي وبنمسح بها وخلاص أي حاجة ترشي بالأعتبار أن الرش أسهل وأسرع مسكتي قماشة مبللة بس القماشة مبللة طب ما لازمتني لابسك وانتي عشان كدر ما يباشي أم محمد في استفسار تاني بس؟ سمع أم محمد في عندك استفسار تاني؟ بس كده خلاص شكراً جزيلاً يا أم محمد هنكمل رد على محمد بس ناخد وتصال السوزة على أهلاً بيك أهلاً بيك تفضل أهلاً بيك تفضل أهلاً بيك وحركة طاية تفضل إن شاء الله ربني يرفع البلاء أمين يا رب يا رب اللهم أمين يا رب أمين أهلاً بيك تفضل طبعاً ربنا تقول يعني لن ينزل بزمد بلاء إلا بزمد ون يرفع إلا بتوقع دعاً أستأذنك بس توطي صوت التلفزيون خالص أو تقفله والنفس كل بقى إن شاء الله تتطور من رسمنا أنه يرفع مننا يا رب يا رب يا صوز علاء في استفسار بخصوص الموالد نتكلم فيه؟ يا رب يا صوز علاء يا رب يا صوز علاء أه ماشي يا علاء أنت ماشي كلها شوكراً جزيلاً وتصالك يا صوز علاء أو مدخلة جميلة طبعاً جداً جداً إن إحنا فعلاً 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 مش كلام يعني برضو نوع من التعالي في الدين أو التظاهر لا دي ضرورة وضرورة مهمة جداً جداً من قلاتنا هنا ومن كل منبر بإعلامي بنتكلم فيه بنوجه الناس زي ما قلنا في أول الكلام إنه ده أمر من أمور الله سبحانه وتعالى في البداية وفي النهاية كن فيكون ما شاء الله كان وما لا باشي لم يكن لم يكن والقصة بتاعة كورونا دي أمر من أمور الله وابتلاء من ربنا ولن يرفع هذا الابتلاء إلا بالدعاء وبالإخلاص لله والطوبة إلى الله والعودة عن المعاصي وعن الظلم والإتزام أيضاً بها كل الإجراءات الاحترازية والوقائية إننا الكوارث وتخلي الأمور تمشي في الشكل الأفضل لربنا وشكراً لعلاق في إنه هو نوجهنا في الآخر لهذا الملحة وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وأدعو لكل المصريين ومصر والعالم كله بإن ربنا سبحانه وتعالى يشيل هذه الغمة يا رب الله وينجح الأطباء في إنهم يتوصلوا العلاق برضه أفضل إن شاء الله دكتور سمير يعني اسمح لي على المقاطعة وقت الفقرة يعني نفذ نفذ طبعاً دكتور سمير عنطر اتشاري الحميات والأوبئة ومدير الحميات المبابة سابقاً أنا بشكرك شكراً جزيلاً لأوجدك معي شكراً لك يا خاند بي يا ربنا خير شكراً لك في كل مكان الكاند الفقرة أولى من برنامج قنور الطب اتكلمنا عن نور جديد في الطب وهو العلاج الحديث أو البشرى الحديثة في الوقاية وفي علاج فيروس كورونا الفقرة القادمة هنتكلم عن التغذية العلاجية وإزاي في فترات الصيف وفي فترات انشار الأوبئة إزاي نستفيد منها بأفضل استفادة وهي أفضل برامج التغذوية العلاجية في هذه الفترة وبفكركم أيضاً إنه التذموا بالكمامة مش معنى إنه في طريق للنور في علاج فيروس كورونا إنه نبتعد عن الإجراءات الوقائية والاحترازية شوفكم الفقرة القادمة والحد ما شوفكم لكم مني كل التحية والتغذية شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة